السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على قناة وصفة الملفزية كنتمنى أنكم تكونوا باخر وعلى خير بصحة وعافية ولقاكم هذا الفيديو بالأحسن أحوال إن شاء الله العباشرة مباركة عليكم بصحة والسلامة وبشتمانيته إن شاء الله لكم والأحباب ديالكم والناس اللي أساس عليكم بصفة عامة اليوم الفيديو شوية مميز يعني كي يهضر على أجواء تحضيرات رمضان واللي غادي نشارك معكم فيه تحضير يعني البطبط بحل هاد البطبطة هادو الصغيرة اللي كان عمره في شهر رمضان الفضعي اللي كان عمرهم سواء ب يعني بتعميرها اللي كان تكون ساخنة أولا تعميرها كتكون شوية يعني شوية شوية فخاشة أولا نقدر نقوله باردة وغادي نحطر معاكم كذلك هاد البيتزات الصغيرة أو العجينة البيتزا صغيرة وبعجين واحد يعني عجينة واحدة غادي نخرجوا منها هاد البيتزات الصغار هاد البيتزات فرديين أنا درتهم شوية كبار بغيت بغيت يعني نربح 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 الوقت ونربح حتى الجهد هاكدا لأن هاد البيتزات صغيرة غادي نقسميهم مشحال درتهم فرديين فخليكم معايا إلى آخر الفيديو فرجة ممتعة واندوزن وجدو العجين هنا عندي أنا يانس كيلو ديال الفينو اولا السميد الرقيقة وكيلو ديال هذا ديال الدقيق الأبيض يعني دائما كمية دقيق الأبيض يعني الكمية اللي مستعملين ديال الفينو أو ديال السميد الرقيقة كتاخدو الدوبل ديالها كتديروها دقيق الأبيض أو للفورس ودرت هنا الملحة في الأول أنا كندركوشي في الأول لأنا كنستعمل لعجانة هنا عندي الخميرة معلقة كبيرة الخميرة معلقة ديال سكار سنيدة ودرتهم فميها يعني اخويت عليهم الماء دافي وخليتها تحت الدوب الفرق فقط هو أنني هنا ضروري ما تديرو الزيت البلدية هنا أنا راني نسيتها يعني حتى درت يعني وجدت الفيديو وكملت ولكن نسيت ما ما بينش لكم باللي راني درت زيت البلدية لأنني نسيتها حتى الآخير عزيتها ضروري درت تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت وصافي وزيت الخميرة كيف تشوفو هنا وعجنت بالمذافي العجينة تجعلها تشكل رطبة يعني ما تطلعوهاش قاسحة صافي وغادي ندير هذا بالتعجن في الروبو حتى تشكل حتى تتخدم وعد نحيد هنا نشكل بها البيتزات ديالي وكذلك البطبوط غادي نديره في المقالي نيشان باش منضيع وقت هنا كيف تشوفو أنا العجينة ديالي وجدات دهنتها بشوية ديال زيت المائدة بطبيعة الحال وشكلت البطبوط انتوما كيف تشوفو رادرت تقريبا واحد ثلاثة ديال المقالات كيف تشوفو نايا والبيتزات كذلك حتى هوم ادرتهم في اللاطات ديال الفران على هات الشكل انا درتهم شوية كبار للمهم الحجم يبقى اختياري انتوما واللي بغيتو وحتى الحجم ديال البطبوط يعني تقدرو تصغرو كيف يمكن لكم تكبرو انا درتهم شوية كبار درتهم شوية كبار بصراحة نبقى ندير دك الصغير او نطلق العجينة ونبقى نقطع بالكاسة ولا بهذا ما كديني هكذا حسن يعني كنشكلها في كويرة صغيرة ومن بعد كنطلقهم يعني بطريقة سهلة هنا كيف تشوفو البطبوط ديالي راق خمر يعني خليته تقريبا واحد ساعة الى ساعة وانيس هو والبيتزا بطبيعة الحال او لعجين البيتزا سفي هنا يعني شعلته يعني شعلته عليه النار يعني المقالرة هم مدهونين بالزيت وكذلك قبل ما غادي نقلبو غادي نرشو شوية بالزيت غادي رشلو الوجه ديالو بالزيت باش غادي يجي محمر بالوجه من الوجه أنا كيف تشوفو راح تلاصق ليه يعني خمر بزاف ماشي مشكل غادي يجي بحل الشهدة وهنا البيتزا كذلك حتى هي كيف تشوفو هنا أنا شعلت يعني الفرران أنا شعلته يسخن غادي يكون سخون صافي غادي ناخد واحد فرشيطة ما غاديش نتكها يعني بها دك ديال فرشيطة غادي نتكها بالجهة الاخرى على هات الشكل هذا أنا خطيت يعني ذاك يعني ذاك الجهة اللي كتكون لتحت ديال فرشيطة بحل هكذا هي اللي تكتبها العجينة ديالي باش ما تنفخش ليها تجيني بحل الخبز لأنها عجين البيتزا ماشي عجينة اخرى الفرن كيف كتشوفوه مصخن على درجة 250 هنا البطبط كيف كتشوفوه راني قلبته كيجي حتى هو يعني مورد ومذهب لوجه ديالو يعني رحولو ما تديرو ليش تزيت بززاف لأن هذا ما كيجيش يعني مزيت بززاف كيخصو يجي ناشف شوية على هذا الشكل هذا الشكل يتقابلوه حتى يتحمر لكم من كلا الجانبين الشكل اللي هي ديال البطبط دياليها هو كيف كتشوفوه هنا كيجي زوين من فوق رائع على هذا الشكل شوفو تبارك الله يعني ذاك العجين اللي وجد شوفوش حالحط ليا ديال هاد البطبط الصغير وزيدو البيتزا يعني را ما شاء الله يعني را هادك الكمية اللي عطيتكم يعني اقتصادية وفي نفس الوقت كتخرج لكم كمية كتيرة هنا عجين البيتزا عفواً أنا سبق لي ووجمعتهم يعني في البلاستيكات باش غادي نديرهم يعني في المجمد هنا كيف كتشوفو هادي شوفو كيف اشديري يعني كتجي رقيقة ما كتجيش يعني بحال كتجيش غليدة بحال الخمز أنا هادا وسم كلي كيعجبني صافي بعدها على الاقل غادي تكونو هانين واحد شوية على ما تولفو برمضان وتولفو بالصيام كانتمنى ان الفيديو دي اليوم يكون الإعجاب ديالكم ما تبخلوش عليها بلي لايك بلي كومنتي كنتو اول مرة كتشوفو القناة كانتمنى لكم تشتركوا معي وتفعلوا الجرس باش يصلكم دائما للجديد غادي نقول لكم تخلوا فريوسكم الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر